وعودة للشأن المحلية حيث أوشك رئيس الوزراء شريف اسماعيل على الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب حيث من المقرر أن يتم الانتهاء منه بالكامل خلال الأسبوع القادم وعرضها على مجلس النواب وأشارت مصادر إعلامية لأن التأخير في الإعلان عن الأسماء المرشحة للتعديل الوزاري يأتي نظرا لكثرة الاعتدارات وطبقا للدستور فإن لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الحق في التشاوري في التعديل الوزاري ثم عرض قائمة المرشحين على مجلس النواب للتصويت عليها